اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البرح شنوها صار في العالم البرح برشا 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 عبيد ما فيهم صحابي اينا ما تنعرفهم وإلا عبيد هكا من دائرة معارف البرح الناس كلك صخير روحها لفيسبوك متاحها ومسانجر وخاصة لفيسبوك تبيراتيو انستجرام يباقي صخيرو لانستجرام متاحهم زيدا معتي نجمه فجع البرح كبيرة كليوها العبيد مش في تونس بركة اما على مستوى العالم خاصة البراتيو اللي يرعب العبيد الناس كل عندها نفس التصور مشيت طولة طول انه فماش يكون بيراتيوهم اللي كونت متاحهم فيسبوك وإلا انستجرام وإلا مسانجر خاصة الفيسبوك الرعبة هذية ما كانتش كان في تونس كانت في العالم الكل البرح شنوها صار يجمع عطل يفاجئ أو مفاجئ يصير في الفيسبوك وانستجرام ومسانجر في العالم الكل العطل هذية قعد لمدة ساعتين وأربك برشة الناس على السوشال ميديا سواء كان كمقتلكم في تونس أو خارجها وبث حالة رعب كبيرة باعتباره أنه تعرفوا اليوم الفيسبوك وانستجرام وموليو في حد ذاتهم معناه وظيفة متنقلة الألاف يستعملوهم في يومهم مش لستعملات شخصية فقط لكن من أجل العمل وأصبحوا تقريبا شركات صغرى خاصة متنقلة شنوها صار في فيسبوك ومسانجر البرح مارك زوكربيرغ في موقف لا يحصد عليه فما واحد شمت فيه هبطلو تصاور راكمتع بطريقات صغار ثلاثة بطريقات وهو بطريق رابع فما واحد شمت فيه اسمه إيلون ماسك بعد شوية بش نعرفو شنوها اللي صار وكيفيش شمت إيلون ماسك في مارك زوكربيرغ هكا الغريمة بتاعه في عالم التكنولوجيا والسوشيل ميديا وكيفيش البرح نجز على الحدث إيلون ماسك وحسيلوا فرقهم كما نقولوا بلغتنا أحنا على مارك زوكربيرغ وعلى الفيسبوك والشركة متا عموما بش نبدأوا بالأخبار هذية اللي هو البرح كما قلت لكم تصدر السوشيل ميديا وكذلك وسائل الأعلام نمشيوا بعدها اللي نقلته البرح رويترز هندخلوا في شوية هكا مواضيع في الشرق الأوسط مفاوضات القاهرة انهارت وإلا منهارت شرويترز تقول انهارت ومسادر أخرى تقول مازلت متواصل المفاوضات هذية بشأن الهدنة لنستنعوا فيها الناس لكل الهدنة خاصة أنه رمضان على الأبواب أيام وينطلق للشهر الكريم مسادر أخرى تنفي انهيار عملية المفاوضات هذية الخسم الأكبر اللي نتنيهه فيه البيت الأبيض بني جانس بش نرجعه شوية على زيارة متعول لأمريكا وربما الاستحضار للجانب الإنساني برشا من طرف بني جانس الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية هو ونيبة للرئيس الأمريكي ألمانيا تنفي وجود خطط لاستهدف جزيرة القلم كيف تسرب التسجيل يا جماعة تسجيل اللي طاح في يد المخابرات الروسية ونشرته رئيس التحرير رشيا روسيا اليوم كيفاش أوصل للايادي الروس اليوم اللي هما حطوا ألمانيا في الكوان وبدأوا للمان معناها يحربتوا ويحبوا هكا يخرجوا من المأزقة اللي هما فيه خاطر خايفين من تداية الشي اللي سار بعد شوية بش نعرفوا الطريقة الغبية سمحوني في الكلمة التي وصل بها هذا التسجيل حسب بطبيعة تبريرات الألمان لأيدي الروس بش نمشيو نحكيوه على المناورات الأكبر في تاريخ الناتو منذ إنشاءه ومازلت متواصلة في بولاند بولاندا في بولونيا أكثر من 20 ألف جندي منورات برية وبحرية وروسيا ترقب بعين متوثبة وحذرة وعين زيدة قاعدة تتحلف فيهم شوية أغنى رجل في آسيا والهند يجمع يعرس الولد وتبدأ مراسم الاحتفالات والليالي الملاح قبل بقديش قبل بثلاثة شهور من انتلاق موعد الزواج الزواج اللي حكيت عليه أغلب وسائل الأعلام الدولية وانتشرة على سوشيال ميديا على انستجرام على فيسبوك في كل بلاسة منهار تسبت اللي فات حتى لليوم والعالم يتحدث عن زواج ابن أغنى رجل في الهند وفي آسيا فوربستصنيفات متع فوربستصنيفات مع متع عديد الجهات الدولية أغنى رجل في الهند أغنى رجل في آسيا العرس متع ولدو هدايا كان تقريبا منتداء اقتصادي وفني تكنولوجي على جميع المستويات من هو هذا العريس الذي انطلق زواجه وقبل بثلاثة شهور وتقريبا أكبر أكبر انفقات في التاريخ مش من بالغوش معناها وإلا من أكبر الانفقات اللي تسجلت في حفلات الزواج دومة متع الأثرياء كانت وسجلت وستسجل في الزواج هدايا متع ابن المهراجة أو الأرشيم ملياردير الهندي أغنى رجل في الهند وآسيا وشكون غنى مش نرجو نحكيه على الزواج هدايا وتبيعها كنشوفه شوية مش كان حروبات وهدنة ونووي واسلاح ليه نتبعوا حتى الأخبار هذه رأي مهمة ومهمة برشا لأنه هذا يصير في العالم اليوم والعالم يحكي عليه ويحضروا كبار السياسيين ورجال الأعمال والإعلاميين والفنانين والوجوه العامة والشخصية العامة حضرت بلدان من العالم وغنىت نجمة البوب الأمريكية ريانا غنىت وكانت قضاة أجر خيالي لأول مرة تقريبا تغني في الهند كان ما خانتنيش معلوماتي الفنية والأجر كان أجر أسطودي وأجر خيالي بش نكتشفوه بعد شوية شوية بش نمشيو زيدا لشنوها صار البارح قبل بساعات من قمة نادي بيرن مينوخ الألماني ولاتيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا القمة اللي بعد شوية ونحكي وزيدا عن نتيج متاحة اللي في دوري أبطال أوروبا صارت أزمة قبلها البارح وكان السبب بسبب تحية أدولف هتلر وإلا هنقولوا استحضار هتلر وموسيليني والأمن الألماني على الخط وشنوه صار البارح في هذه القمة الأوروبية مش نحكي كرويا نحكي سياسيا نقبل ما ينطلق المعلومات هذه لكل التفاصيل متاع الأخبار تلقوها معنا من توة حتى للسبعة في بيت وقيت جرينيتش وديما نقول لكم سلا نهاركم زين يومكم أسعد الأيام سابح النور والفل والياسمين للناس اللي التحقوا بنا الكل في الاستماع نبدأ التفاصيل متاع العنوين متاعنا يقول يقول إيلون ماسك البارح على الصفحة امتاعه او على الحساب امتاعه على تويتر ولو كان تعطينا الصورة العجيبة ايمان المالكي البارح شنو معناها يقول لو كان انتي قاعد تقرأ في البوست هذه البوست اللي بعد الصورة متاع البطريقات ذو ما المحليهم البوست هذه اللي قريته لكم عنده 13 ساعة كتبوا إيلون ماسك البارح اللي أنا نتبع فيه بطبيعة صاحب بنصة اكس على تويتر سابقا يقول لو كان كنت تقرأ في البوست هذه على خاطر كل الخدمات متاعنا تشتغل كما أيام بغي معنا هذيك لش أنتم ما تقرأوا في البوست متاعي إيلون ماسك الحقيقة ضامر برشا البارح العطل الذي ضرب تقريبا لمدة ساعتين الشركة متاع خاصة فيسبوك وانستغرام دخل بلبلة كبيرة في العالم حالة فزاعة كبيرة الناس يسخيلوا رواحهم تبيراتيو الناس يسخيلوا اللي معادش فما فيسبوك تصوروا تصوروا فما عبدت نحيولهم الفيسبوك وانستغرام اللي هو رهو حياتهم من اللي يقوموا للي يرقدوا هما هاو يعملوا في اللي لايف هاو يصوروا في رواحهم شكلاو هاو يصوروا في رواحهم وينمشاو أو كذا أو بيبلي سيتيك معناها ويعملوا شوي بيبلي سيتيك وقت اللي نرمال موها كأخلاقيا ما يعمل حسيلوا خبيلة كبيرة البرح صار العطلة متاع ساعتين من زمان وقفز على الترند كما يقول المساروة ايلون ماسك وهبتك التصوير لذيك متاع أربع بطريقات ثلاثة بطريقات متاع التطبيقات متاع متاع شركة متاع والبطريق متاع وهو هاك لابس كما قاعدين تشوفوا فيه لابس كاسكيت شيخ اللي هو بطريق مكتوب عليه اكس والاخرين شادين هكا ريوصهم البطريقات ثلاثة الاخرين اللي هما التطبيقات شركة متاع وحايرين شنورش يعملوا ريوصهم متجع فيهم وباقان البطريق اللي هو متاع الشركة متاع شيخ هكا يفيش عليهم على أساس اللي هو فيه برشة وسائل الأعليم تقريبا كانت الخبر اللي قريب يغطي على العطل اللي أصاب شركة متاع هو التهكم متاع إيلون ماسك اللي كما تعرفوا دي ما يسخر من مارك زوكوربيرغ وقدش من مرة يدعوه للمناظرة والمبارزة سحب الكاركتر الخاص جدا إيلون ماسك اللي موش بعيد لا على التكنولوجيا لا على السياسة ولا زادة على عالم السوشل ميديا باعتبار وإنه خذاء منصة تويتر وبدللها اسمها إلى منصة إكس وديما يقول البارح مثلا نسخر منهم قالوا منتوم اليوم وفضريتوا باش تجيوا للمنصة متاعية أنا باش تعلنوا على العطل اللي عندكم ومشيتوا جيتوا عندي باش تستعملوا المنصة متاعية اللي بتبيعها حقيقة ما نتذكرش مثلا أنا اللي من وقت اللي خذاء إيلون ماسك لمنصة إكس ربما صار عطل منتفكرش الحقيقة لكن شركة متاع هذه مش أول مرة تصير بطبيعة الشركة اللي تلاحقها عديد وعديد المشاكل في المحتوى في اختراق معطيات الشخصية ومجموعة أخرى من المشاكل بخلاف هذية كل مرة يسير لها النوع من العطل والعطل المتاع البارح كانوا طويل قلت لكم ساعتين وقفز إيلون ماسك على الترند هذية وخذاء هو الترند وعمل بيبلي سيتي معناها كبيرة برشة ومش نقص موقع إكس لكن شوفوا الذكاء متاع بشتفهم معناها هاك نفهم شوية عليش الرجل لذي نجح في العالم متاع المال والأعمال بخلاف اللي هو عنده هاكا شوية هبلة شوية سبيسيال لكن نجح زادة لأنه يعرف كيفاش يقتنس الفرص وبالبطريقات اللي أربع هذوما البارح كان هو ترند على السوشال ميديا وفي وسائل الأعلم نمشي وتوى نرجو هاكا شوية مواضيع متاع الشأن متاع الشرق الأوسط رويترز تقولون مفوضات القاهرة بين حماس والوسطاء انهارت دون تحقيق أي تقدم بشأن وقف اطلاق النار في غزة ومصادر أخرى تنفي انهيار عملية المفوضات اللي محظرهيش الوفد عفوا الوفد الإسرائيلي لكن الأمور والأخبار تقعد متضاربة سامح شكري المصرية كان البارح حكيت لكم قال صرح وقال انه ما وصلناش لحد شيء مع تالأمور ما زالت ما تقدمتش في الأثناء رويترز تقول انه المفاوضات انهارت مصر تقول لا ما انهارتش قبيلة شوية من سبع دقايق تقريبا موقع سكاينيوز عربية يهبط بيان من حماس بشأن اتفاق وقف اطلاق النار في غزة قالت حركة حماس اليوم الاربعاء في بيان انها ستواصل التفاوض عبر وسطه للوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار مع اسرائيل وقال بيان للحركة ابدت حماس المرونة المطلوبة بهدف الوصول الى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا غير ان الاحتلال لا يزال يتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق خاصة ما يحقق الوقف الدائم لاطلاق النار وعودة النازحين يحقق مطالب شعبنا ومصالحه واذا الامور توراوح مكانها في مسألة الهدنة الوضع الانساني حكينا لكم علي اكثر من مرة متردي جدا عملية معناها عملية مهينة عملية للتدافع كبيرة برشة تصير للمواطنين كل وين يجيوا بشيخذوا المساعدات فما ناس تموت فما ناس تصاب وعديد الاشياء الاخرى المؤلمة والمشاهد المؤلمة العالم الكل يستنى في الهدنة ويقول البرح حتى بايدن كانت عمل موقف وقال انه المش ممكن المواصلة في المماطلة هذية ولازم ضبط الأمور في الأثناء الأزمة السياسية في داخل اسرائيل زادة تكبر حكيت لكم عليها البرح تقريبا بين البرح واليوم فماش برشة تطورات لكن حابين نرجو نعملو تلا صغيرة على الزيارة لأنه مش في موقع قوة كهورة بنيامين نتنياه زادة عنده بارش ما شكل يعني في صحيح قعد يقتل في المدنيين في غزة ويقوم بوحدة من أبشع الحروب في التاريخ الحديث لكن هو زادة تحاصر عديد الإشكاليات الاقتصادية والسياسية زادة بني جانس العدو التقليدي امتاع والوزير في حكومة الحرب كينزار وواشنطن ومع نائبة الرئيس الأمريكي استحضر بقوة الملف الإنساني نسمون رجو الخصم الرئيسي لبنيامين نتنياه في البيت الأبيض بيني جانس الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية في اجتماع غير مسبوق مع نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس اللهجة الأمريكية اختلفت هذه المرة هاريس ركزت في لقائها مع جانس على الأوضاع الإنسانية أكثر من الحرب والقضايا العسكرية قلق بالغ أعربت عنه النائبة من الأوضاع الإنسانية التي وصل إليها قطع غزة خاصة بعد إعلان الأمم المتحدة أن القطاع مهدد بخطر المجاعة النائبة طالبت إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات موجهة انتقادات لإسرائيل لعدم سماحها بدخول الكميات الكافية من المساعدات انتقادها وصف بالأكثر حدة منذ السابع من أكتوبر خلال الاجتماع وحتى قبله دعت هاريس حماس وإسرائيل إلى الاتفاق على وقف فوري لإطلاق النار ووجهت خطابها إلى حماس على الحركة أن تقبل بالشروط المطروحة على الطاولة لهدنة مؤقتة اللقاء وفقا لمراقبين أظهر الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب زيارة الوزير الذي قال لدى وصوله إلى البيت الأبيض مع الأصدقاء يجب أن نتحدث دائما بصراحة وهذا ما سنفعله وسامة حمدين القيادة في حركة حماس يقولون الحركة قدمت رؤيتها في للوسطاء في المدة التي فاتت وشروطها هي تمسكها بوقف أطلاق النار انسحاب قوة الاحتيالي بشكل كامل من قطاع غزة وعودة النزيحين والبدأ في عمليات الأعمار وقال أن الحركة تعطت بجدية مع المقترحة لقدم وسطاء المصريون والقطريون والتهم الاحتلال بمواصلة المراوغة والمماطلة وارتكاب للأسف المجازر ضد المدنيين للضغط على المقاومة ومن يدفع الثمن اليوم لحقيقة في غزة أكثر ناس يدفع الثمن هما المدنيين للأسف في الانتظار نقعده ديما لهدنة إن شاء الله يتم أعلان عليها في أقرب وقت ممكن لأن الحال لم يعد أحلى راديو إن شاء الله نهاركم زين نهاركم أسعى دل الأيام بالتوفيق للجميع إن شاء الله نهار حلوم زين خفيف وفي برشة حاجات إيجابية إن شاء الله موافقين الناس لكل خاصة تويكة لقصة وربي شدين اثنية في كرهبكم في الكيران في النقل الجماعي في التكسيات في الشارع في القهوة في دياركم في كل بلاسة أحنا نحييكم أعزائي المستمعين ونتمنى أقولكم إن شاء الله نهار مزيين وحلو وخفيف كيف ما قلت لكم وهكا خاصة خاصة الواحدة كان عنده شوية وقت على السباح يعمر شوية سبار يفرهد روحه وهكا ديما بش يبدأ اليوم متاعه بانطلاقة جميلة وانطلاقة إيجابية بش نمشيو نحكيو على ملف حكينا عليه البارح أولة البارح لكن ديما تعرفون نعمل السويفي اللي هنا في بتوقيت جرينيتش نشوفوا شنو اللي صار في الملف متاع التسريبات اللي كانت خرجت على قيادات في الجيش الألماني بما فيهم قائد جيش البر فيما جنرال قائد القوات الجوية الألمانية عفوا كان موجود في الاجتماع هذا اللي تم لحديث فيه على منح عفوا سواريخ ذات مداء بعيد لأوكرانيا وتزويدها بالأسلحة خطيرة نجم تستعمل ضد روسيا لاستهداف خاصة جزيرة القرم التسجيل هذية نشرته رئيس التحرير روسيا اليوم على السوشال ميديا والدنيا تقلبت ألمانيا دخلت في حالة ارتباك كبيرة برشا وعملوا تحقيق روسيا عايتت للسفير الألماني زادة بدورها واعتبرت أنه هذية موقف معادي مش من روسيا كهو لكن موقف معادي من عديد ميناء الدول الغربية وتسموها فليكسخي بعد شوية لأنه مش كان فرنسا معنية تنقل لكم شو قال برح ايمانويل مكرون شفتوا على الصفحة رسمية في تصريح على حرب أوكرانيا أكيد وأنه اسمع وأنه بيدو وفرنسا موجودة في الملف الشائك التحقيقات انطلقت في ألمانيا على كيفية وصول التسجيل هذا إلى يد الروس كيف شو سل نسمو نرجو لقد شهدنا مؤخرا الحقائق التي تم الكشف عنها حول بعض الخطط الماكرة للجيش الألماني التي أصبحت واضحة بسبب نشر التسجيل الصوتي حول كيفية إعدادهم الدقيق للهجوم على جسر شبه جزيرة القرم يريدون خداع الجميع حتى لا يقع الشك عليهم معتبر كنزا معلوماتيا أعثر عليه الروس بكل سهولة وفق التحقيقات الأولية الضباط الألمان وقعوا في خطأ ساذج بعرف المخابرات عندما استخدموا تطبيق ويبكس لمحادثاتهم دون تشفيرها وهو تطبيق متاح لجميع المستخدمين على شبكة الإنترنت ويمكن استخدامه والحصول عليه بسهولة أما الحوار فدار حول احتمال استخدام القوات الأوكرانية صواريخ ألمانية الصنع من طراز تورس وتأثيرها المحتمل في حال استهداف جسر يربط جزيرة القرم الألمان أكدوا صحة التسجيل ونفل اتهامات الروسية بدورهم المباشر للحرب من الواضح أن الحادثة هو أكثر من مجرد اعتراض ونشر محادثة داخل القوات الجوية بل هو جزء من حرب معلومات يشنها بوتن إنه هجوم يهدف إلى التضليل الحوار المسرب لم يقتصر على الدور الألماني في الحرب وإنما أيضا تحدث عن صواريخ فرنسية وصواريخ وخبراء بريطانيين على الأرض ودور أمريكي ما جعل روسيا تقول إنها تواجه الغرب جميعا وليس فقط أوكرانيا صواريخ تورس هذه واحدة من الصواريخ المهمة والخطيرة جدا يحاول على مجموعة من الأسلحة المتطورة أخرى لأنه يعتبر أن لمجابهة الأسطول العسكري والحربي للروسيا لازم أسلحة متطورة بطبيعة التورس تعد من نوعية الصواريخ المجنحة المجنحة التكتيكي لعملية جو أرض بعيد المدى سرعته دون سرعة الصوت معناها هي أقل الصوت بشوية مخصص للضربات عالية الدقة وتدمير أهداف شديدة الحماية وعميقة دون دخول منطقة الدفاع الجوي للعدو معناها اللي يطلق الصاروخ معناها ينجم يصيب أهداف بدقة كبيرة جدا بسواريخ توروس منش تدخل يسر في التقنيات العسكرية أنا بدي مش مختصة لكن هذه المعلومات اللي جمعتها على هذا السلاح الخطير ومش تعرفوا عليش الدنيا خائضة جستمو على سواريخ توروس ونجم معتها أوكرانيا تضرب بها روسيا من غير ما تدخل في المجال الجوي للدولة الروسية عديد الخبراء العسكريين وخبراء السلاح تكلموا على السلاح المهم يتميز برأس حربي خارق للخارسانات وزنه 481 كيلو وزن المتفجرات حوالي 50 كيلو جرام المدى الأقصى ليقل عن 500 كيلو متر تم تصميم الصاروخ وتصنيعه من قبل الشركة مواقع في بلدة شروبن هاوزن الألمانية ويوجد في ألمانيا حوالي 500 صاروخ في إسبانيا عشرات منها كما أن كوريا الجنوبية تستخدم وزادة في تسليحها يتم إطلاق صاروخ من المقاتلات تورنادو البريطانية الألمانية الإيطالية وهورنات الأمريكية وغريبين السويدية يبلغ سعر الصاروخ 1 مليون يورو وهو من الأنواع المكلفة للجيوش والميزانيات العسكرية في أوقات الحرب في زيلنسكي يحصل على الصواريخ هذه صواريخ هذه ممكن يتم استعمالها في استهداف شبه جزيرة القرم واحد من المواضيع التي تعتبره روسيا بتبيع خط أحمر ليه أنك تعطي أسلحة قد تصيب الأمن الداخلي لمتاحها روسيا تتعارك مع أوكرانيا وإلا في حرب مع أوكرانيا تقول أن الغرب يدعمها لكن اليوم أصبحت عندها بينا على أنه الحرب هذه تدعم البرح إمانويل مكرون أنا سمعته في الكلمة متاعه على الصفحة الرسمية متاعه على إنستغرام فيما فيديو منعرش بضابتين لحقيقة لكن الفيديو كان هبط البارح في الليل يحكي على الحرب الأوكرانيا ويقول لحنا مناش بش نستنعه وروا للحرب تجينا اليوم البوتين معتك بش يكمل أوكرانيا رو بش يزحف نحو أوروبا رو لازم يقول ما تنفسوها الحرب هذه متاعنا يمش متاعنا اللي يعتقدون الحرب هذه مش متاعنا رهو غالط الحرب هذه متاعنا ويتشكل خطورة كبيرة برشا برشا في التعليقات سندو اللي قريتهم أنا تحت الفيديو متاعه لكن برشا قالوله احنا نحبه نحبه ربي وصغارنا بأمان اتحب تتحارب برا امشي اتحارب وحدك احنا رنى منحبوش ندخلو في هذه الحرب ويكون مصيرنا مثل مصير أوكرانيا للأسف البلد الجميل اللي كان بعيد على كل هذه المآسي الى ان جاء فولديمير زيلنسكي للسلطة اليوم للروس يعتبروا انه المانيا وغيرها من الدول هي معنىها متواطئة في ضربات قد تصيب الاراضي متاحة وبالضرورة روسيا سوف ترد الملف لانه ينجم يكون واحدة ميناء الركائز اللي ترتكز عليها روسيا بشتعمل عديد ردات الفعل في الفترة القادمة خاصة وانه قاعدة تمد في البرهين للعالم رو مش اوكرانيا بركة تحارب فيها رأي المانيا زادت حارب فيها وفرنسا تحارب فيها وبريطانيا تحارب فيها بالتالي ما تلومونيش كي نعمل ردت فعل مش بعيد مش بعيدة لروسيا نحكيه على بولندا بولونيا المناورات الأكبر في تاريخ الناتو منذ انشاءه متواصلة 20 ألف جندي المناورات اللي حكينا عليها هنا في توقيت جرينيش وهي تقريبا البارح شفت أنا التقارير الأعلامية تقريبا هي حالة محكات لحرب محتملة مع روسيا نسمو شوية تفاصيل ونرجو المناورات الأكبر في تاريخ الناتو منذ انشاءه ما يقرب من 100 ألف جندي يتجمعون في دول شرق الحلف وفي بولندا التي تصديف هذه المناورات في ضمن هذا الجزء تصديف بولندا ما يقرب من 20 ألف جندي يجرون مناورات برية وبحرية الحلف يقول إنها مناورات اتيادية تم التخطيط لها منذ سنين لكن الواقع الأرض قد ينبئ بغير ذلك الناتو يخطط لهذا منذ ثلاث سنوات لا يمكن أن يكون وجود 90 ألفا من الجنود والبحارة والطيارين و50 سفينة و80 طائرة وأكثر من ألف مدرعة مفاجئا بل استغرق وقتا لتجميعه ونحن نبحث دائما عن كيفية منع القتال بدلا عن القتال في المستقبل نحن تحالف الدفاعي وما نقوم به هو استعدادنا للدفاع عن الحلفاء الاستعداد لدفاع عن الحلفاء المناورات هذه التي تسير وتنظرها روسيا بعين القلق وتعتبر أنها مناورات تستهدفها هي شخصيا وتحذر الحرب كبيرة معها في الحقيقة راو الملف فذية طويل برشا برشا وكان بوتين 2023 في واحدة من الخطابات متاعه حكي على أن العالم يمشي يتجه نحو عدم قبول الرأي المخالف يقولوا أنه اليوم النظام العالمي هذا غير قابل بأنه فيما نظام عالمي آخر قاعد يبرز يحكي بطبيعة على الصين على روسيا مجموعة من دول البريكس مانيش نحكي على الهند لأنه الهند نحكي على بريزيل ماني مانيش نحكي مثلا على الهند اللي هي موجودة في بريكس لكن الهند هي من أكبر حلفاء إسرائيل وأمريكا وهي في الدعم والأسناد الكبير للحرب على قطاع غزة نحكي في مجموعة من دول البريكس نحكي جنوب إفريقيا نحكي البرازيل ونحكي بطبيعة زادة على الصين وروسيا وحتى الصين وروسيا رأوا مصالحهم في أماكن معينة نجم تددار بنحكي على كوريا الشمالية وفي المقابل نلقاو النظام العالمي اللي هو اليوم يحكم في العالم بنحكي على الأمريكيين البريطانيين اليابانيين والألمان والاتحاد الأوروبي خاصة والحلفاء متاحهم في المنطقة وفي العالم اليوم الروسيا والغرب بكل وضوح حرب معلنة وواضحة والتهديدات اللي أطلقها مدفيديف ديمتري في المدة السابقة قال رأوا إحنا عنا النووي رأوا إذا كان خسرنا الحرب دي في أوكرانيا لأننا بش ندوروها حرب نووية فماش دولة نووية تخسر الحرب حرب تقليدية وكان خسرتها تدورها حرب نووية معتها اليوم واضحة الأمور وزيدا حلف الناتو والغرب يقول الروسيا رأوا إحنا قاعدين نحذروا في رواحنا فاهمين أنت شنوة ناجم تعمل وأحنا رأوا هنا جاهزين وممكن ياسر ممكن ياسر معناها الرسائل وصلت بطريقة مباشرة وأنه العالم يتجهز لأي تصعيد في الحروب في العالم أو الذهاب نحو هجمات أكبر قد تكون هجمات نووية بتبيعة بوتين كان في آخر حوار لي مع الصحفي الأمريكي استبعد أنه العالم يذهب نحو حرب نووية لأنه بتبيعة كل الناس تنظر بحذر لأي دولة عندها القدرات النووية تعرفوا مش سهلة رأوا حرب نووية معناها تقريبا بداية نهاية العالم النجم تقولوا ما هيش حاجة سهلة برشا برشا لكن مش سهلة بالكل لكن كل الأطراف تتحذر واليوم الحرب في أوكرانيا كيما قلت لكم أكثر من مرة هي حرب الغرب حرب أمريكا حرب ألمانيا وحرب فرنسا وحرب أمريكا وحولفائها معناها اليوم إمانويل ماكرون يقول لك احنا باش نبعثوا جنود باش يقاتلوا في أوكرانيا ويزمنا نقاتلوا لأنه الهزيمة بتاع أوكرانيا تعني هزيمتنا جميعا أوكرانيا اللي هي معناها لا دولة في الاتحاد الأوروبي لا في الناتو لا في معناها مش تعرفوا الأمور كيفاش ماشية لكن هي جابها تصد متقدمة عن النظام العالمي متى ما يقتلوش في الدول اللي بتاحهم يمشيوا يقاتلوا في أوكرانيا نحكي على الألمان والفرانسيس والإيطاليين زيدا والأمريكين وغيرهم كيف نحكيوا على إيران اللي تعمل حروبها في دول أخرى ولا في تركيا اللي تتنقل لدول أخرى من أجل أنها تحافظ على مصالحها وتخوض زيدا الحروب متاحة وتدعم حلفاء فاصل ونمشي ونحكيوا على الزواج الأشهر في العالم 56 دقيقة في بتوقيت جرينيتش صباحكم بالخير مرة أخرى كل مرة نعود نصبح عليكم وأنحيكم الناس اللي التحقت بنا في الاستماع ونتمنلكم ديما إن شاء الله أنهاركم طيب ويومكم سعيد باش نمشيوا ونحكيوا على الفلوس والمليارات ويجمع عروسية الأغنية وعادة عادة ما يكونوا هم بيدهم منتداء اقتصادي هكذا متاع عقد صفقات ولقاءات على مستوى القمة في الزواج متاع ابن أغنى رجل في الهند وفي آسيا فما حتى مصادر تقول وأنه هو الرجل الأغنى في آسيا انتلق في المراسم متاع الزواج متاع ابنه قبل بثلاثة شهر من التاريخ وبدأ يصرف من توا وشفنا نجوم العالم ونجوم عالم الفن والسياسة والمال والأعمال هداي العريس وزوجته والصورة اللي بعد هي صورة هيلاري كلينتون صورة العريس وزوجته والصورة اللي بعد هي صورة هيلاري كلينتون وزيرة الخريجية السابقة أزيدة بي أزاي الهند حاظرة بدأت ايمان المالك هكذا توري فينا شوية تدخل فينا في الجو متاع العرس العظيم عرس هكا معنا transportation طائرات مستأجرة لأترياء ومشاهير العالم وعرض خاص للنجمة ريهانة أغنى رجل في آسيا الملياردير الهندي موكيش أمباني يخطط لإبهار الجميع بحفل زفاف ابنه الأصغر بعد زفاف ابنته الكبرى إيشا الأسطورية عام 2018 وكانت رويترز كشفت تفاصيل حفل الزفاف المبهر في يوليو المقبل لكن المراسم بدأت فعلاً من الآن استضاف العريس أنات وعروسه 51 ألف شخص من القرويين لإطعامهم في قرية جاننجار الاحتفالية هذه والمستمرة منذ الأربعاء الماضي قدم فيها نحو 2500 طبق للضيوف فضلاً عن غناء نشمة البوبرهانة بالإضافة إلى احتفالات تقليدية تقام حالياً في مجمع المعارض بالمدينة الهندية المراسم الحالية التي تسبق العرص الأسطوري المرتقب سيحضر إليها الملياردير الأمريكي بيل جيتس بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربير فضلاً عن حضور الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر الهندي أمباني تتجاوز تروتهم 114 مليار دولار وفقاً لمجلة فاربس وهو يرأس مجموعة ريلاينز اندسترز التي تعمل في معظم المجالات من الطاقة إلى المنسوجات والاتصالات لذا في عام 2012 احتل المرتبة التاسعة عشرة من بين أغنى شخصيات في العالم موقع العربية نيت يقول أنه الأمباني البيرغ من عمر 66 عام هذي يولده بطبيعة هذه زوجته اللي بيش يخذها إن شاء الله بعد ثلاثة شهور أخرين لكن بديت الأفرح والليل الملاح من توا يعد حالياً عشر أغنى رجل في العالم والأغنى في آسيا بثروة صافية تبلغ 115 مليار دولار وفقاً لمجلة فاربس تربطه علاقات وثيقة بالسلطة السياسية في الهند وأثارت علاقاته هذه العديد من الانتقادات إذا اعتبر البعض أنها شكلت ما يشبه الواسطة لمشاريعه التجارية الكبرى برشا منتقدين للأعمال المتاعه والمنتقدين للمليار دير مهراجة مليار دير بليار دير من عشر حصيره شوية تسمى ازدهرت بشكل رئيسي بسبب العلاقات السياسية خلال حكومات حزب المؤتمر في السبعينات والثمانينات وبعد ذلك في ظل حكم رئيس الوزراء ناريندرا هذه اللي حكيت لكم عليه ناريندرا هذه رئيس الوزراء الحالي اللي هو يدعم بإسرائيل بشدة حكيت لكم عليه المرة الأخرى ناريندرا مودي بعد عام 2014 وأكدوا المنتقدين متاعه أنه سياسة المحسوبات في البلاد ساعدت بعض الشركات مثل شركة تنباني على الازدهار وفق ما نقلته وكالة أسوشيتت بريس وتعد الشركة متاع المرياردير هذية اللي يملكها الرجل الستيني الكبير الثراء عبارة عن تكتل ضخم تبلغ إراداته السنوية أكثر من 100 مليار دولار وتتراوح مصالحه بين البيترو كيميويات والنفط والغاز والاتصالات وتجارة التجزئة كانت نجمة البوب ريانا اللي أنا رجبش نحكي لكم على ريانا على خطر هي كانت تقريبا أول مرة تحيي حفل في الهند وعلى السوشال ميديا احنا ما نهتموش دي ما نقولكم كان بالأخبار اللي هذية الملياردير ومرته هذه ريانا أمونا هذه ريانا بي الزي الهندي كانت حاضرة وتقاضات أجر خيالي بعد شوي نقولوا كلمتين على ريانا اللي حتي ما عنديش برشة 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 فلوس نسموه ونرجو بحضور العديد من أثرياء العالم ومشاهيره وعدد من السياسيين في مراسم حفل الزفاف الأسطورية لنجل عاشر أغنى رجل في العالم الفنانة ريانا تشعل الأجواء بغنائها مقابل أجر مادي ضخم ريانا قدمت ليلة استثنائية موسيقية مكونة من تسعة عشرة أغنية مليئة بالأغاني الناجحة في مدينة جامنغار في الهند في أول ظهور علني لها منذ أحيائها عرضا فنيا خلال المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأمريكية في العام الماضي وسائل إعلاما قالت إنها حصلت على ستة ملايين دولار مقابل ظهورها في الحفلة ومصادر أخرى أشارت إلى أن المبلغ وصل إلى تسعة ملايين دولار مراسم الاحتفالات الكبيرة ستستمر نحو خمسة أشهر قبل الزفاف الفعلي في يوليو المقبل حيث سيقيم موكش أمباني زفافا لنجله الأصغر أنانت البالغ من العمر ثمانية وعشرين عاما على صديقته راديكا ميرشانت تسمعوا في الأرقام ريانا عليش حكين عليها لأنه هي نجمة البوب هذه الأمريكية اللي بتبيع برشا 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 يعرفوا النجمة هذه ما هيش معنتها هي غنية عن التعريف وحضرت في حفل الزفافة هذه وشهت لها إنا تساور في غاية غاية من الذكاء الاتصالي كيفيش ريانا وهي نجمة كيف ما قلنا وبوبستار معناها في العالم كيفيش الطريقة متاعات يمتاحها مع الجمهور وطريقة التقاط الصور مع الجمهور معناها الناس اللي حبوا يقتربوا منها وإلا حبوا يتصوروا معاها كانت هي تتحرك بطريقة تلقائية للي ما همشتهم حتى جماعة الأمن اللي يوقفين بعد عليها ما همشتهم أصبحت نجمة البوب الشهيرة ريانا رسميا بين أصحاب المليارات في العالم هذه مقال بي بي سي عربية عام 2021 بحسب مجلة فوربس تبلغ ثروتها في عام 2021 1.7 مليار دولار وهي تقريبا تتصدر قائمة أغنى نجوم العالم النساء نحكي بطبيعة أغنى خمسة نجمات بوب في 2022 ريانا الأولى ب 1.7 مليار دولار يقول موقع العين الإخبارية وكذلك موقع بي بي سي عربية تشوفوا أنتوما حفلة بركة تحييها نجمة البوب الأمريكية شنوها تنجم شنوها تنجم تجيب فلوس وشنوها تنجم توصل في عالم المال بخلاف العلاقات والوجود في هكذا مناسبات كبرى اللي هي راهي مش حفل زفاف فقط بل هي منتدى اقتصادي وأعلامي وفني وسياسي بكل ما تحميله الكلمة من معنى ثلاثة سفر يقولولي متابعين الماتشويت واللي أنا زادة الحقيقة لبيرح ما متفرجتش برشا في الماتشا ذي ثلاثة سفر لبيرح الباييرن ربحة لاتشو الإيطالي في القمة الأوروبية دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا الماكينات الألمانية تنتصر على الإيطاليين البيرح قبل بساعات من المباراة تذي بخلاف النتيجة كانت فما البيرح مشكلة كبيرة برشا صارت في قبل ساعات من هذه المباراة شنوها اللي صار اللي صار وأنه تم القبض على مشجع القتحية هتلر وسط بيرن ميونيخ قبل بساعات من القمة مبينة زوزة نوادي الأوروبية اعتقلت الشرطة الألمانية مشجع إيطالي كان من بين نحو 100 من مشجعي نادي لاتسيو الإيطالي اللي كانوا يردوا كلمات أغنيات فاشية في القاعة اللي أعلن فيها أدولف هتلر في القاعة البرح في ميونيخ لتأسس تأسيس الحزب النازي وتم تغريمه بسبب أداء وتحية هتلر الشهيرة المشجع والمتحدث باسم شرطة ميونيخ قال أن المشجع بش يدفع غرمة مالية مكونة من أربع أرقام بعد استدعاء الشرطة إلى قاعة القاعة اللي معناها البرحة التأم فيها الماتش والي أعلن فيها هتلر على القيام الحزب وفي المقطع مصور نشرته صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية المشجعين أنهاوا الأغنية مش كان هو المشجعين متعلاتيو أنهاوا الأغنية بالإيشادة بالدكتاتور الإيطاري يقول موقع سكاينيوز عربية بنيتو موسيليني حليف هتلر وظهر المشجعون وهم يؤدون التحية الفاشية السبعة على إيافام أحلى راديو جي جي في أخبار التقس أميرة العجيلي في الأخبار قبلكم غدوا إن شاء الله ديما على نفس المواد على إيافام أحلى راديو باي باي